موسيقى مساء الخير على كل مشاهدينا وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من يلا نعيش النهاردة هنتكلم عن فقرتين الفقرة الأولى هنتكلم فيها عن الإبداع والمواهب والثقافة والفنون ولكن على المستوى الوطن العربي ونتناول فيها الدورة التسعة للمهرجان القلم الحر للإبداع العربي واللي أقيم في رحاب جامعة ألف يوم أما الفقرة التانية وهتكون فقرة طبية وهنتكلم فيها عن الطب التكميلي وعلاج أمراض الروماتيزم دلوقتي هنرحب بضيوف الفقرة الأولى واللي هنتكلم فيها عن الدورة التسعة لمهرجان القلم الحر للإبداع العربي وهبدأ بالترحيب بضيوفي الأستاذة المبدعة القانونية زوليخة بالعلي أهلا وسهلا بحضرتك مرحب بحضرتك مرحب بك في مصر ومرحب بك في الإبداع العربي على رحاب جامعة الفيوم نرحب كمان بالأستاذ المبدع عزيز حيكاني من العراق أهلا وسهلا بحضرتك أهلا وسهلا بك شكرا جزيلا لهذه الاستضافة وتحية لكم لشعب مصر الكريم الحقيقة يعني معانا ضيفين كريمين من الجزائر الشقيق ومن العراق الشقيق وهم على أرض مصر وأعتقد أن دي مش المرة الأولى اللي بيتنفس فيها المهرجان ولكن أكيد في تجارب قبل كده أو مشاركات قبل كده فبدأ بالأستاذ عزيز الحيكاني يكلمنا ويدينا نبزة عن المهرجان القلم الحر بسم الله الرحمن الرحيم أولا تحية لك دكتور عماد ولقناتكم الموقرة ولشعب مصر الذي استقبلنا استقبالا حافلا ولجماهير الفيوم وكل الشخصيات الموجودة في الفيوم بعد استقبالها للمبدعين من العرب في مختلف الدول العربية المشاركين في مهرجان القلم الحر الإبداع العربي لعام 2019 أقول أن المهرجان هذا العام الثالث بالنسبة لي أشارك فيه في العام 2017 كانت لي مشاركة في مجال المقال الصحفي وفي عام 2018 أيضا مشاركة ثانية وفي هذا العام المشاركة الثالثة في المجال الصحفي المهرجان كان عبارة عن تجمع عربي كبير تضمن مجموعة من الدول العربية من العراق والجزائر وتونس والمغرب وموريتانيا والأردن واليمن العديد من الدول العربية كان إلى الإفتاح المهرجان هذا اليوم بحضور برعاية طبعا وزارة الثقافة ووزارة التعليم العالي وبحضور السيد رئيس جامعة الفيون والأساتذة من عمداء الكليات ومن الأساتذة الموجودين في الكلية وحضرتك باعتبارك المستشار الإعلامي للجامعة وأيضا عدد كبير من الطلبة من الطلبة الكلية وكان يوما بهيجا حقيقة أثبت أن مصر العربية هي تجمع للعرب في المجال الثقافي والإبداع الثقافي والإبداع الإعلامي أيضا وكانت هناك جلسة ومهرجان ارتقى بالمسؤولية والمتابعة إلى مستويات عليا نتمنى أن تكون هناك في المستقبل القريب إن شاء الله أكثر تطوراً وأكثر إبداعاً إن شاء الله ودي ثالث مشاركة لحضرتك ونتمنى أنها ما تكونش آخر مشاركة وكل سنة تشارك بإذن الله بإبداعاتك ننتقل إلى القانونية والأديبة زليثة بالعلي من الجزائر دي أول مشاركة لحضرتك أول مشاركة أول مشاركة إزاي عرفتي بالمهرجان وإزاي شاركتي فيه هو بالأول السلام عليكم شكراً لقناة الصحة والجمال على الاستثافة الجميلة أنا عرفت بالمهرجان عن طريق صديق إليها الفيس هو أيضاً كاتب وشاعر سامير دعاس هو اللي دعمني أكثر على المشاركة شاركت بقصيدة نصرية يعني أرسلتها إلى الأستاذ رجب عبد العزيز يعني أنا متوقعت أصلاً الفوز يعني التصيدة النصرية هي اللي حالك شاركت فيها وهي اللي فازت فيه المسابقات المهرجان وهي كانت سبب دعوتك للمشاركة في فعاليات المهرجان في دورته التاسعة مهرجان القدم الحر للإبداع العربي أهلاً وسهلاً بيك وإن شاء الله تسعدي خلال هذه الفترة في رحاب أرض مصر بإذن الله ننتقل لأستاذ عزيز الحيكاني حق كاتب وصحفي ومدير قسم الإعلام في المخوضية العليا المستقلة لانتخابات في العراق يعني حضرك كلمنا عن مشاركاتك خلال الأعوام السابقة حق يعني قلت أني دي تالت مشاركة بالنسبة لك فنبدأ أول مشاركة في عام 2017 كانت عبارة عن إيه الحقيقة يعني من خلال تواصلي مع المثقفين والأدباء العرب في العراق وفي الدول العربية كان لي حديث مع السيد رجب عبد العزيز رئيس مهرجان القلم الحر ورئيس مؤسسة القلم الحر للثقافة والإعلام أيضاً في ألف يوم فوجدت أن المهرجان لفرصة كبيرة أن أكون فيه وأن أشارك فيه فكتبت في عام 2017 مقالاً أنا أختص في المقالة الصحفي كتبت مقالاً في حقوق المرأة واجب قانوني وأخلاقي وشاركت فيه حقوق المرأة واجب قانوني وأخلاقي بعض قانوني وبعض أخلاقي تحدثت فيه عن المرأة ودورها في المجتمع وضرورة أن يكون لها حق مثل ما تكون عليها واجب وتطرقت إلى قضية الشرعية الدولية وحق المرأة في تقرير مصيرها ووجودها في الحياة باعتبارها كائن وباعتبارها نصف المجتمع وبالتالي لها الحق في أن تعيش بسلام وإمان في بيتها أو في مجتمعها أو في بلدها التي تعيش فيه وأسرت هذا الموضوع ونال استحسان اللجنة المشكلة لهذا الغرض وفازت في الجائزة الثانية بعد أن حجبت الجائزة الأولى والحمد لله أتيت لها أول مرة كانت لي زيارة لمصر في عام 2017 وأتيت لها مصر الحبيبة وشاركت في المهرجان واستلمت الجائزة وكانت أول زيارة لمصر وكان قبل ما تيجي لمصر كان إيه انطباعك وصورة مصر بالنسبة لحضرتك وأما شاركت في عمل ثقافي وأدبي على مستوى الوطن العربي يعني كانت إيه الصورة بالنسبة لحضرتك تعلم حضرتك نحن في العراق على تواصل مع الأخوان في مصر من خلال الثقافة والأدب ومن خلال التواجد أيضا في لقاءاتنا وهناك مهرجانات كثيرة في العراق منها مهرجان المتنبي ومهرجان المهرجانة الأدبية الأخرى الكثيرة ومهرجان المربد وحضور كريم من الأخوة الأدباء المصريين فكانت لي رغبة كبيرة وشعور عالي المستوى في أن أكون في القاهرة هذه المدينة التي انطلقت منها الثقافة والأدب والإعلام وكل شيء متطور في الحياة في الدول العربية كانت أمنيتي واسعة وكبيرة في أن أصل إلى أرض الكنانة وأكون ضمن المتواجدين مع الأسرة الأدبية والصحفية في مصر وفي البلدان العربية الأخرى ولي زملاء وأصدقاء أيضا كثيرون هنا في القاهرة يعني نقدر نقول أن هذا الهدف الأساسي من المهرجان وهو التلاحم وتلاقح الأفكار وتجمع الدول العربية ومبدعية الدول العربية في بودقة واحدة وتسهم بشكل بأو وآخر إرسال رسالة واضحة إلى العالم بأن الفن والإبداع والثقافة والإعلام يرتقي إلى مستوى عالي ممكن أن يتجاوز لم يشمل أكثر من السياسة قد تكون السياسة تفرق ولكن الأدب والثقافة تجمع هذه الألفة العربية وبالتالي ترسل رسالة واضحة إلى العالم العربي بأن الدول العربية لا تحدها حدود وممكن أن تكون هناك قيمة عليا لدى الكاتب ولدى الشاعر وذلك المهرجان بيرسخ هذه القيمة وهي إقامة الجسور ومد الجسور ومد الجسور بين أبناء الوطن الواحد أخذ من مقال حضرتك أول مشاركة حالك شاركت بيها وهي كان مقال عن حقوق المرأة واجب قانوني وأخلاقي وانتقل به إلى قضية فرعية من القضايا في الجزائر وهي وضع قضايا المرأة في الجزائر وخاصة يعني أعتقد أن الجزائر في مرحلة متقدمة من حقوق المرأة فكيف تكون هناك العلاقة ما بين الرجل والمرأة وكيف تكون هناك الحقوق بين الطرفين أولا السلام عليكم المرأة الجزائرية هي أول شيء يعني اللي تتعتمد عليه هو زوجها العلاقة بين المرأة والراجل عامة ليس فقط في الجزائر أقصد أن المشرق العربي في كل هي لازم تكون علاقة قبل ما تكون علاقة زوجية أنا برأيي لازم تكون علاقة صداقة أو قبل ما تكون علاقة زوجية المرأة الجزائرية هي أول يعني نستطيع أن نقول أن المرأة الجزائرية أول شيء تفكر فيه هو بيتها الزوجية يعني الزوج أولى بأي شيء من أعنى أهلها أصدقائها بكل شيء يعني بالرغم من أن هناك حقوق للمرأة ولكن ما زالت هناك الثوابت الثوابت والقيم الموجودة في علاقة المرأة بالراجل وحقوقها نحو زوجها في المنزل والبيت طب هنكلم عن مشاركتك كانت بعنوان إيه؟ يخبروني المساء يخبروني المساء يعني حكينا عن تفاصيل القصيدة النثرية التي شاركت بيها هي القصيدة هي مجموعة أن نستطيع أن نقول هي مجموعة من القصص قصيرة تتعلق بالقضايا الاجتماعية وأحلام كذلك لبعض الناس مثلاً فتاة كان عندها حلم مثلاً تعمل بيت هيك شيء مثل هيك يعني ممكن الظروف أو الأوضاع يعني ما تساعدها هيك وكمان هل كان هناك شيء ملهم عشان تعمل هذه القصيدة؟ إلا ألهامك أن أنت تكتب في هذا الموضوع يعني هي كانت فترة مريت بها في الحياة الخاصة ألهمتني بكتابة هل يعني تستطيع أن تقول كانت خيبة أمل فهناك دائماً مواقف هي من تجعل الإنسان يبدع ويخرج ما لديه منطقة ننتقل إلى الأستاذ عزيز ونقول يعني حقاك شاركت على مدار ثلاث سنوات إيه المختلف في هذه المرة عن المرات السابقة في مهرجان القلم الحر وأكيد كل عمل في السنين تصبح هناك دروس مستخلصة للسنة التي يبدأ فيها المهرجان أو المؤتمرات والحقيقة بدأت تتطور شيئاً فشيئاً في هذا العام كان هناك شيء مميز هو الرعاية كانت هناك رعاية من وزارة الثقافة ووزارة التعليم العادي وأعتقد الدور المهم والحيوي لجامعة الفيوم مع وجود الأخ والزميل الأخ رجب عبد العزيز رئيس المؤسسة الذي حقيقة يشاد بعمله الكبير وجهوده المضنية في استقبال الضيوف ولم الشمل والتعاون مع كل المبدعين العرب فكان هناك هذا العام تطور ملفت للنظر هو حسن الاستقبال ثانياً المكان الذي فيه افتتاح المؤتمر والذي أخذ صدى ممتاز جداً الحضور المكثف للمبدعين العرب من الجزائر اللي كان في المركز الأول من عدد المشاركين ثم العراق ثم اليمن والبقية الدول العربية التي شاركت بشكل أو بآخر حسب ظروف المشاركين طبعاً وكانت هناك كلمات ولقيت كلمات متعددة وأيضاً عرض مسرحي للعراقيين المبدعين العراقيين عرض مسرحي بسيط عن الإرهاب ودوره في القتل والتهجير وغيرها وأيضاً هناك قصائص شعرية ألقيت من قبل بعض الزملاء من المبدعين فكان هذا العام المهرجان حقيقة مميز يختلف عن العوام السابقة كان تنظيماً وأداءاً وترتيباً آخر بشكل يختلف عن العوام السابقة وكان له صدا كبير بين الزملاء وأيضاً حتى حضور ملفت للنظر من قبل طلبة الجامعة وهذا الرزالة مهمة للشباب في حقيقة الأمر يعني شيء جميل أن أتثمن على هذه المشاركة وهذه الفعلية نرجع للزليخة ونقول يعني إن طباعك عندما شاركت بعملك أمام يعني مختلف الجنسيات من الوطن العرب من الأدباء والشعراء كنت سعيدة جداً بمشاركتي في قلم الحر وهذا كانت أول مشاركة إلي في قلم الحر سعيدة جداً جداً لأنني نستطيع أن نقول أن الجيدة القلم الحر هي البيت الصغير الذي يجمع كل الدول العربية كل الشعراء والكتاب كنت سعيدة جداً أن تعرفت على كثير من الشعراء والكتاب من الدول الأخرى يعني كانت بالنسبة لك تجربة إيجابية تجربة إيجابية وجميلة جداً أيضاً مفاجأة مفاجأة بالنسبة لك الأستاذ عزيز حيكاني رسالة توجهها للأدباء والشعراء على مستوى الوطن العرب أهم رسالة هي أن يكونوا بمستوى المسئولية في كتاباتهم وفي أفكارهم وأيضاً الاستعداد الكامل والتضحية من أجل توحيد الصف العربي وأعطاء الثقافة والإبداع العربي سواء كانت في الفنون في الإعلام دور أكبر في المجتمعات حتى تعطي لأنه المجتمع يقف جزء مهم فيه هو الثقافة وهي أداة لتلاقح الأفكار بين الشعوب العربية وبالتالي تسهم بشكل وآخر بتطور الإنسان العربي على المستوى الوطني العربي الحقيقة اليوم الثقافة هي مرتكز أساسي من مرتكزات المجتمعات العربية إن تطورت الثقافة وتطور الأدب وتطور دور الإعلام ومهمته الأساسية في إرسال الرسالة الواضحة للمجتمع العربي بأن العرب الآن رغم التحديات الكبيرة التي تواجههم هم يقفون على صخرة واسعة وجبل قوي ممكن أن يسهم بشكل أو بآخر في تلاقح تلك الأفكار وبالتالي الوقوف في المواجهات دعوة إلى العودة للكتاب والثقافة والعلوم والآداب في نهاية فقرتنا بنشكر الأستاذ عزيز حيكاني الكاتب والصحفي من العراق الشقيق شكرا جزيلا بنشكر الأستاذة الأديبة زليخة بالعلي من الجزائر شكرا جزيلا عزائي المشاهدين من خلال هذه الفقرة ندعوكم إلى العودة للقراءة والكتاب نخرج فاصل ونرجع تاني نستكمل حوارنا مع الفقرة الطبية اشتركوا في القناة